اهلا بكم وكما جارت العادة كل يوم اتنين لقاءنا المحبب جدا لقاءنا مع فضيلة الشيخ الدكتور أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر أهلا أهلا بك مولانا وكل سنة وحضرتك طيب أهلا بكم وكل عام والأمة المسلمة بخير وسلام بإذن الله يا رب دايما ليلة النصف من شعبان وفضائل هذه الليلة المبارك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القائل في كتابه الكريم وذكرهم بأيام الله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله القائل ألا إن لربكم في أيام دهركم لنفحات ألا فطع الرضو لا ورضي الله تبارك وتعالى عن آل بيت النبي وأصحابه وأزواجه وخلفائه الراشدين المهديين وأولياء الله الصالحين أجمعين وبعد فلله المنة والفضل هذه ليلة طيبة مباركة ألا وهي ليلة النصف من شعبان وهي مشروعة بالسنة النبوية العملية والقولية أما العملية فإن أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنه قالت جاءني النبي صلى الله عليه وسلم في حجرتي ونوبتي فقال يا ابنة أبا بكر زريني أتعبد لربي فأذنت له وهنا من بديع الأدب لأنه كانت نوبته فزعب إلى المسكت فلما غاب عني كنت إليه فوجدته قائما لله قد أطال القيام ساجدا لله قد بلل الأرض بدموعه وهو يدعو ربه دعاء حارا ولما انتهى من صلاته قال يا عائشة رضي الله عنها أتدرين أي ليلة هذه قالت الله ورسوله أعلم قال هذه ليلة النصف من شعبان يطلع الله على عباده فيغفر إلا للمشاحن يعني حضرتك الإنسان اللي هو عنده خصومة سواء فردية أو جماعية هو عمل خصومة مع رحمه مع جيرانه مع زملائه مع أصدقائه مع معارفه في ناس والعاذ بالله بيكون عندهم نازعة عدوانية وهناك من يخاصم وطنه كالجماعات الإرهابية والإرعابية سواء في الداخل أو الخارج يتمنى والعاذ بالله لسواد قلبه ونفسه الشر لوطنه وهذا درس بليغ للذين يكايدون الوطن ويدمرون السوء فليحذروا أن في هذه الليلة لن يغفر لهم بما قاله النبي صلى الله عليه وسلم يطلع الله على العباد ليلة النصف من شعبان فيغفر إلا للمشاحن ويقول دعوا أهل الحقد لحقدهم يا خبر بيض طبعا ليه بقى جنابك لأن أولا القطيعة أيًا كانت فردية أو جماعية من مساوئ الأخلاق لأجل ذلك أن شهر شعبان كله معروف أن شهر رفع العمل فيه إلى الله تعالى ولذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن اكثاره من الصيام في شهر شعبان قال هذا شهر ترفع فيه الأعمال وأحب أن يرفع عملي إلى الله وأنا صائم ونبّي على شيء يمكن يغيب عن بعض المغرر بهم أو المغيب أو عملاء أو خوانة إلى آخر اللي هو بيكيده أو بيضمره السوء للوطن سبحانه ربي العلي العظيم أنه هو يعني شهر شعبان بترفع فيه الأعمال ولا يغفر الله ليلة النصف من شعبان للمشاح هؤلاء المكيدة للوطن دي حقوق عباد يعني ويتصور أنه هو مجرد أن يؤدي عمره أو أن يؤدي حج أو أن يصلي أنه هو يعني خلاص غفر لا لا لأن دي حقوق عباد فالوطن له حق علينا حق الوطن أن تحافظ عليه حق الوطن أن تضمر له الخير حق الوطن أن تسعى له في الخير فهنا هؤلاء الذين يشاحنون أوطانهم أنا أتكلم بصفة عامة للأسف أن دي حقوق عباد لا يغفرها إلا عفو صاحب الحق يعني مثلا هنا ربنا يبرك فيك في يوم القيام أولياء الأمور اللوم الحكام برضو هنا يطالبون بإسم من كانوا يحكمونهم من أراق الدماء من أتلف الأموال من انتهك الأعراض من هدد الأمن المجتمعي لا تحسب أنهم بمفازة من العذاب وأنا هنا عبر البرنامج الناجح تسعى مساء في التلفزيون المصري أن الهادف بنوجه لهم رسالة أن ليلة النصف من شعبان ليلة لعل الإنسان منهم يتوب ويرجع ويندم ويصالح وطنه ويصالح بني وطنه الرسالة السلام بيعلمنا دروس بليغة في الوطنية المحمدية صلى الله عليه وسلم أولا ما دعا الرسول على بني وطنه هذه واحدة وما تمنى لهم الشر بل بالعكس يعني شوف سقيف في الطائف وضربوا أسالوا دمه ما زاد على أن قال اللهم هد قومي فإنهم لا يعلمون عسى أن يخرج من أصلابهم من يوحد الله ثم نحن ربنا بلغنا رمضان وفتح مكة كان في رمضان يعني شوف النبع السلام نظر إلى الذين كايدوا وأخرجوا وإلى آخره وسألهم السؤال المعروف ما تظنون أن نفعلهم بكم قالوا خيرا أخ كريم وابن أخ كريم قال اذهبوا فأنتم الطلقاء لا تسريب عليكم شوف سيدنا يوسف عليه السلام إما بيمتنى على إخوتي بعد أن جاء بقى أبوه ورفعه على العرش وأمه وطبعا إخواته كانت عرفوا عليه قبل كده فيمتنى عليهم يعني أن ربنا جاء بكم من البدو يعني بدل ما كنتوا قاعدين في البداوة والبداوة جفاوة جئتم إلى مصر الحضارة بدل ما كنتوا عايشين في شزف من العيش جئتم إلى خزائن الأرض مصر وبعدين بقول من بعد أن نزغ الشيطان بين وبين إخوتي تمام لكن لم يذكر واقعة أنهم ألقوه في البئر ليحافظ على شعور إخوتي مش الناس اللي مسكلك بس عملوا فينا وسووا فينا وافتراءات شوف سيدنا يوسف يدي درس يدي درس في الوطنية يدي درس في صلة الرحم وإحنا بنقول هنا جاء كنا بنحتفي ونحتفل والاحتفال الدين والعلم والفكر مشروع بلالة النص من شعبان ولا يلتفت إلى قول شزاز الفكر نقول أيضا لهؤلاء الذين يعادون بالدال أوطانهم يتعادي وطنك مشاح ودم مشاح يبقى لن يطلع هيتطلع الله على الكرة الأرضية لن يخفر لك البعيد وعمله يرفع وهو مشاح عمله يرفع يا سيد وهو أب ملايه هو مفكرها سهلة إنه من فكر بقى أنه يتللت نص من شعبان هيصوم نهارها غدا ويدعو ويبتهل إلى الله ويتهجد دي حقوق لله إنما الخطر 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 حق العبد فالوطن حقوق عباد وحق العبد مبني على الشح وحق الله مبني على الصف ولذلك هختم بحديث الإفلاس قال صلى الله عليه وسلم أتدرون من المفلس أوجه الكلام ده للسلفية وللإخوان وللغلات الشيع وللدواعش ولكل من يعاد الوطن أنا بقولها بصراحة أتدرون من المفلس قالوا من لا درهم عنده ولا دينار قال لا المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام بحسنات وسيئات وقد ضرب هذا وشتم هذا وأكل مال هذا فيؤخذ من حسناته إلى حسناتهم فإن فنيت حسناته تحمل من سيئاتهم فطرحت عليه فطرح في النار نسأل الله أن ينجينا أن نكون في عراق لا مع الفرد ولا مع الدولة ولا مع المجتمع إن ربي على ما يشاء وقدير وفقه المصريين لاحتفاء الرسم والشعب والديني بلالة النص من شعبان اللهم لك الحمد وليج أمر أن نهنئه السيدة الرئيسة عفتاح السيسي أرسل مندوبا للاحتفال الرسمي لوزارة الأوقاف في مسجد السيدة نفيسة عليه رضوان الله واحتفل الأزر والأوقاف ودار الإفتاء والشعب المصري ده اسمه بقى السيد يوسف الحسيني ايه فقه المصريين في تعظيم شعائر الله عز وجل فلا غلوة ولا غلواء طيب أنا هستأذنك يا مولي أنا هنروح لفاصل وعايز أرجع بعض الفاصل أسألك على نعمل إيه بكرة من الصبح ولما هنيجي نصلي بالليل نصلي إزاي طيب والنهاردة عندنا حاجة نعملها ولا لأ ونعملها إزاي وده مهم جدا فاصل ونكمل الكلام طيب خلونا نستكمل مع بعض وبكل الترحيب بمولانا فضيلة الشيخ الدكتور أحمد كريمة وأستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر النهاردة اللي لدي نعمل إيه وبكرة نعمل إيه بسم الله الرحمن الرحيم هذه الليلة ليلة مباركة ليلة النص من شعبان طبعا حضرة النبع السلام أحياها كما في حديث السيدة عشر دلعانة قلناه بالصلاة التهجد ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمود بنحيها بالصلوات النوفل لله عز وجل والأدعية بس فيه للأسف دعاء متداول لكن هذا الدعاء لا ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم قد يكون منسوب إلى بعض أهل العلم المهم إحنا ندعي أي دعاء حتى من الشرط يكون مكتوب لكن لا ندعو إلا دعاء خير المسلم كالنحلة يطعم طيبة ويخرج طيبة ما يدعيش على حد لا ما يدعيش بالشر لا 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 أنا أقول لك لما انتقط المشاحن ما يقعد بره يقول لك ده زلزال جاي والدر على عليه إلا الله ده في أزمة مياه ده في أزمة أسعار يا أخي سال الله العفوة العافية أضمر الخير للناس أضمر الخير للناس فندعو دعاء الخير وبعدين شوف حضرتك الآية بقى هتنظم لنا ما كرم الأخلاق آية واحدة في صورة الأعراف خذ العفوة العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين لما نزلت قال النبي صلى الله عليه وسلم لسنة جبريل عليه السلام ما بيانها يا أخي يا جبريل عليه السلام قال إن ربك يقول لك يا رسول الله أن تعفو عن من ظلمك وأن تصل من قطعك وأن تعطي من حرمك والله دستور أخلاقي يحتاج في شرحه إلى المطولات أن تعفو عن من ظلمك وأن تعطي من منعك وأن تصل من قطعك هو دي الإيمان العملي لا تكن عونا على بلدك لا تكن عميلا ضد بلدك لا جسوسية ولا عمالة ولا خيانة يبقى إذن ندعو دعاء خير نيجي بقى بكرة إن شاء الله بكرة عندنا إن شاء الله ذكرى تحويل الخبلة الذي سابت في القرآن الكريم أول آية في الجزء الثاني سورة البقرة سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب ربنا ما لشي لا مسافة ولا مساحة خلافاً للمجسدين أو المجسمين تعالى الله عن ذلك لله المشرق والمغرب يهدي من يشوى إلى صراط المستقيم ثم يبين ربنا خيرية هذه الأمة أجود وأفضل وأخير وكذلك جعلناكم أمة وسطة لتكونوا شهداء على الناس بإيه بأخلاقكم بسلوكيتكم صرفاتكم ويكون الرسول عليكم شهيد هنيجي بقى لمقام التردي احنا قلنا أنه قبل كده احنا كنا في مقام الترقي التردي الترقي لو الإسراء والمعراك لنريه من آياتين النوى السماع والبصير لقد رأى من آيات ربيه الكبرى انتقلنا من مقام الترقي إلى مقام التردي قد نرى تقلب وجهك الواجه مش العينين لأن ده من مكرم الأخلاق في السماء بينتظر جبريل أن يحقق الله أمله الواجداني قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها مش تحبها أو تهواها لا لأنه ما كان لهوى نفسه ولكن لمصلحة الدعوة فبعدين قال ترضاها ولم يقل أرضاها لأن رضاه رضاه من يطع الرسول فقد أطاع الله وإن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله إسراء ومعراج بذكرنا بالقدس السليم وبالمسجد الأقصى الأسير نسأل الله عز وجل بحق الإسراء والمعراج وبحق ليلة النص من شعبان وبحق تحويل الخبلة أن يؤمننا في أوطاننا وأن يسلمنا من كل شر وأن ينجينا من أصحاب الشر وأن يجعلنا هداة مهتدين كل عام والإنسانية بمسلميها وغير مسلميها في أمن وأمان وسلم وسلام ربنا خليك مولانا ألف 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 شكر ليك نورتنا كما جرت العادة ونورت العلمة برضو كما جرت العادة كل الشكر لمولانا فضيلة الشيخ الدكتور أحمد كريمة وأستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر صلي ودعي وكلي قلبك مفتوح ونقل ويصلح بس كده ومتدهيشها لحد المهم خلصت الحلقة لحد كده لو كان لنا العمر نقابلكم بكرة إن شاء الله في نفس المعاد وبرنامجكم التاسعة سلامات